أهلا بكم مدينة حلب ثانية كبريات المدن السورية بعد دمشق وعاصمة البلاد الأولى اقتصاديا قبل أن تمزقها الحرب وتقسمها إلى قسمين تحتل المجموعات المسلحة القسمة الشرقية منها المخاوف التركية والغربية لا تأتي من تغير المعطيات الميدانية داخل البلدة بل من تغيرها في ريف المدينة ولسيما الريف الذي يربطها بالحدود التركية أي الريف الشمالي لحلب الذي كانت تسيطر على معظمه مجموعات مسلحة مرتبطة بتركيا خارطة ريف حلب الشمالي تظهر في الساعات الأخيرة سيطرة الجيش السوري والكرد على أكثر من نصف هذا الريف فالفريقان يتقدمان من أكثر من محور ويقتربان من معاقل المجموعات المسلحة في ترفعة وأعزاز تظهر الخارطة توسع مساحة السيطرة الكردية لسيما على معظم الحدود في ريف حلب الشمالي مع تركيا وبالتوازي مع تقدم الجيش السوري وحلفائه ومع تقدم الكرد باتجاه الزيارة والخربة ودير جمال في وقت كان فيه الجيش السوري يتقدم بعد فك الحصار عن نبل والزهراء ليسيطر على ارتيان وماير وكفين ليقترب الطرفان أكثر من مدينة ترفعة التي تبعد مسافة عشرين كيلو مترا عن الحدود التركية هذا التقدم للجيش أثمر قطعا لطريق امدادات رئيسية للفصائل المسلحة بين الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها في مدينة حلب وتركيا لم يفصح الجيش السوري عن الخطة التي يعدها مع حلفائه للشطر الشرقي لمدينة حلب الذي يسيطر عليه المسلحون هل هو سلاح التقدم الميداني أم سلاح الحصار القاسي لكن المعلومة هو أن معركة حلب ستشكل منعطفا في الحرب السورية فالتقارير الغربية التي بدأت تتوالى تقول إن استعادة الجيش السوري سيطرته بالكامل على حلب ستوجه ضربة قاضية إلى المجموعات المسلحة وإلى كل من تركيا والسعودية